فإحنا الأعداء بتوعنا هم أعداء روحيين موجودين يقول عنهم العدو الأول هو إبليس وإبليس يعتبر العدو الخارجي بمعنى أنه هو خارج الإنسان وهذا العدو الروحي الأول يأما بيشتغل بطريق أو من اتنين يأما بيشتغل بصورة مباشرة يهاجم الإنسان بصورة مباشرة أو يستخدم بعض الحلفاء معه وفيقول كتاب الآية التي ذكرناها من اللحظات العملاء نحن نسميه الخوانة العملاء أو المعاونين أو الحلفاء هم دول حلفاء إبليس الذين يستخدمهم للهجوم على أولاد الله فيقول بوترس هذه الكلمات أنه إصحوا وإصحروا لأن إبليس خصمكم خصمكم عدوكم كأسس زيار يقول ملتمسا من يبتلحه هو وبولس الرسول في أفزه الستة الآية التي ذكرناها إلبسوا صلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس وكلمة مكايد معناها مقالب يعني بيعمل مقالب ويعمل مكايد على أساس أنه يسقط الإنسان في الخطأ اشتركوا في القناة